بسم الله الرحمن الرحيم نتحدث في هذا اللقاء في فصل السابع Quality Tools أو ما يسمى بأدوات الجودة وهذه الأدوات تعتبر من التقنيات والأساسية التي تستخدم في برامج الجودة نحو حل المشكلات والتعرف على المشكلات تحديد فرق العمل وتحليل المشكلة ووصولها وجذورها وصولا إلى العرض الحلول وكذلك اختيار البديل والحل الأنسب وكذلك أليات التنفيذ فهذه ممكن تكون عبارة عن أشكال أو مخططات أو سلسلة إجراءات غالبا يعني معظمها ترسم من خلال أشكال توضح كيفية اللي هو هذه الأدوات سنتحدث عنها في هذا اللقاء مثل العصف الدهني رح نحكي أيضا على كيفية اختخاذ القرار من أجل وضع اللي هي البدائل والبديل الأفضل حسب الأولويات وكيفية اختيار البديل الأفضل سنتحدث عن التصويت الموزون بأنواعه المختلفة وتحليل الصلاة وما يسمى بمخطط صير الإجراءات وكذلك الفيشبون أناليسيس أو تحليل عظمة السمكة اللي من خلالها نتعرف على السبب والأثر وعلى أسباب العامة والأسباب الجذرية التي أدت إلى وجود مشكلة نبدأ بالعصف الدهني عصف الدهني بيقولوا هي عبارة عن تقنية جماعية لتوليد الأفكار تمام؟ جماعية لأنه في عندي أكتر من شخص رح نحكي عنهم العدد بتبعهم المناسب خلال هذا اللقاء هذولا بيقولوا بعملية عصف ذهني المقصود أنه أنا يعني قد ما في عندي من المعارف والخبرات والمهارات أنا بدي أنا أكونها من خلال طرح لبداء المؤينة من أجل الوصول إلى حل مشكلة فعبارة عن يعني تفكير غير تقليدي تفكير غير تقليدي بيكون بشكل جماعي هذا يعني بيفتح المجال ليعطاء أكثر من حل وأكثر من مقترح يعني بيعطي فرصة للإنوفيشن أو الإبتكار تمام؟ هاي قائمة طبعا على اللي هو كيفية إدارة الجلسة بشكل دقيق وشكل صحيح يتيح الفرصة إلى الأعضاء الفريقي اللي موجودين في جلسة العصف الدهني أنه كل واحد ياخد فرصته دون أن يدافع أو يحامي عن الفكرة ابتبعته مجرد سرد لهذه الفكرة ويتم تدوينها وتوثيقها بالعادي بعد الانتهاء من جلسة العصف الدهني أو ما يسمى بالبراينستورمين سنلاقي عدد كبير من الأفكار المطروحة من أجل حل مشكلة معينة عدد كبير من هذه البدائل سعياً ووصولاً إلى أفضل بديل من أجل حل مشكلة معينة أو تحسين الأجراءات العمل أو أدلة العمل أو تحسين اللي هو بيئة العمل أو تحسين الآذاء بالغالب يعني ممكن تكون الأشخاص ما يكون لهم بصمة في بيئة العمل في اليوم العادي لكن من خلال هذه الجلسة ممكن تكتشف عندهم مهارات وإمكانيات وأفكار وقدرات يعني لم نعهدها في الوضع العادي وليش لم نعهدها يعني وضعوا الباحثين والعلماء مجموعة من الأسباب ممكن يكون من ضمنها الخوف الخوف أنه ما يقدر يحكي المجال ما بيسمح إله أنه يقدم فكرته الخجل على سبيل المثال بيخاف أنه يحكي أو بيخجل أنه يحكي خوفاً منه تقول مثلاً يعني ما عندوش القدرات الشخصية في أنه يحكي على سبيل المثال أو ممكن يقول والله اقتراحه مش مزبوط لكن في جلسة العصف الذهني ما فيش حاجة اسمها مزبوط ومش مزبوط في عبارة عن سرد اللي هو متاج فكري في هالساعة أو هالأكثر شوي أو أقل اللي احنا عمال بنقوم بوضع عدد كبير من الأفكار من أجل الاستفادة منه ممكن يكون أيضاً يعني بيشتغل بعيد عن الناس بعيد عن اللي هو الإدارة بعيد عن اللي هو عدد من الموظفين اللي ممكن يوصل من خلالهم هذا الشخص اللي عنده الفكرة إليهم فبكون بمعزل عنهم ممكن يكون طبيعة العمل يعني الجو يعني ما فيش فيه نوع من الإبداع يعني يغلب عليه النمط الروتيني ورتابة العمل ممكن يكون ضغط العمل أيضاً ما بيسمح إليه أنه يفكر ويكتب شغلات إليه علاقة بالمطلوب تمام؟ فهذه تعتبر اللي هي يعني من المقومات العامة لما يسمى بجلسة العصف الذهني مهم جداً هاي الجلسة أنه تكون فيها نوع من الـFriendship يعني صداقة فيها نوع من التآخي فيها نوع من القبول للطرف الآخر فيها يتاح طبعاً لطرح الأفكار وتبادل الأفكار مع الآخرين من أجل الاستفادة أكثر الخطوات الإرشادية بشكل عام أول حاجة أنه يكون فيه عندي دور ميسر يكون فيه عندي شخص بسبوء الميسر أو قائد الجلسة هذا اللي هو يعني من أدواره أنه بيقوم بعملية تحديد هذه الجلسة وإعلام الأشخاص اللي حيكونوا معانا في جلسة العصف الدهني في فترة بسموها فترة العصف تمام أو التحماية وفي فترة اسمها الهمود بمعنى أنه لو جينا نعمل إحنا رسم بياني حنلاقي فيه عندنا الكير عمالي بيطلع على مستوية عالية بعدين يعود بينزل بعدين بمشي بشكل يعني متذبذب تمام فهي الشغلة يعني بتحتاج أنه في فترة الهمود تستغل ممكن فيها عملية التدوين لملاحظات معينة أو كتابات هذا لا يعني أنه وفيش عندي شخص بيقوم بالتدوين أولا بأول ولكن أنا بحكي كدور الميسر وقائد الجلسة عساس أنه ممكن في حال فترة الهمود وصار فيه خمول في الجلسة على سبيل مثال أنه يعمل تحماية بفكرة معينة من اللي حكاها الإخوة ممكن أو أعضاء الفريق اللي موجودون ضمن الجلسة حتفتح مجال أنه يكون في حكي أكثر دوره أيضا أنه يمنع الدفاع عن أي فكرة أو يمنع التقييم لأي فكرة بغض النظر إحنا دورنا نسرد أفكار لكن هل هذه قيمة صحيحة أو خاطئة أو أي إن كان هذا ما إلنا فيه لأنه إحنا يعني دورنا سرد مش أكثر مهم من أدوار هذا الميسر أو هذا القائد أنه يعين شخص يقوم بتدوين هذه الفكر أولا بأول أيضا من المقومات أو الضوابط العامة لهاي الجلسة أو زي ما بدينا بالعنوان الخطوط الإرشادية يكون عن العدد من 6 إلى 8 أشخاص بما لا يقل عن 5 ولا يزيد عن 12 شخص هذه تعتبر يعني اللي هي المقومات العامة لإجراءات العصف الدهني هناك عدة خطوات للعصف الدهني أربع خطوات تبدأ بتحديد الموضوع اللي إحنا بدنا نحكي فيه بعدين التحضير للجلسة والتقديم للجلسة ومن ثم التحمية اللي بنبون فيها عملية اللي هو الإنتاج أول شغل الخطوة الأولى تحديد موضوع العصف الدهني وهذا مهم جدا شو الموضوع اللي إحنا بدنا نقعد علشانه كأشخاص دعينا لجلسة العصف الدهني فيه عندنا مشكلة قائمة تمام ع سبيل المثال زي المثال الموجود تأخر وصول العينات من العيادة الخارجية للمختبر مشكلة تانية تأخر حصول المواطن على اللي هو الخدمة ابتبعته يعني اليوم فيه له موعد صحب دم أو فحص دم أو مراجع على الطبيب الأخصائي تمام أو الست هاي اليوم موعد تطعيم لابنها بنلاقي أنه بتتأخر كتير وكان معروف عنا أنه هذا يوم العيادة يوم معدوم ضايع طول اليوم تطلع من الصبح بتروح آخر نهار بتروح مستوي مع التعب ومع اللي هو الانتظار والشغلات هاي فإحنا كيف بنا نعالج هذا الموضوع ونقلل على سبيل المثال مدة الانتظار للحصول على الخدمة هاي تعتبر موضوع من الموضوعات اللي إحنا بدنا ندرسها تمام بيقولوا أنه بشكل عام بالعادة بالعادة المشاكل ممكن يعني نعمل لها مخطط نظام ترانسفيرس يعني يكون نظام هوريزنتل أفقي تمام بتوضع في مجموعة نقاط النقاط هاي بتمثلة بسموها بالفايف بيز أو الفايف أمز يعني الفايف بيز يعني خمس كلمات تبدأ بحرف البي ربما تكون المشكلة والحلول أيضا في هذه النقاط فبقولوا بالعادة بالعادة جلسة العصف الدهني لا تتجاوز هذه الخمسة حروف أو الفايف أمز اللي هي خمس حروف تبدأ خمس كلمات تبدأ بحرف الأم هاي بشكل عام التنين مترادفات لبعض تقريبا فبقول أنه أي مشكلة ممكن تكون موجودة لا تتجاوز هذه النقاط وأيضا وضع الحلول والبدائل أيضا لا تتجاوز هذه الفايف بيز أو الفايف أمز الفايف بيز منها البيبل اللي هم من الناس موظفين بتبعيننا الامبليوي تمام أنه المشكلة والحل من عندهم وكذلك الحل من عندهم السبلايز البروفيجنز بسموها البروفيجنز وبينغسين السبلايز اللي هي الإمدادات تمام والتجهيزات اللي هي مطلوبة من عندنا الأدوات والتقنيات وما إلى ذلك ربما تكون المشكلة فيها وأيضا يكمل فيها الحل البروسيجرز إجراءات العمل وأدلة العمل ربما تكون الخطأ أو الخلل هنا في هذه الإجراءات وكذلك الحل يكمل أيضا في الإجراءات البليس أو ما يسمى بالمكان بينغسين المفاومنت اللي هو البيئة الوسط العام لهاي المؤسسة اللي بتتأثر فيه بتأثر فيه كمجتمع خارجي بتتأثر منه كمجتمع داخلي في المؤسسة الباترونز أو ما يسمى بالكاستمرز اللي هم الزبايا اللي بتبعيننا الناس اللي إحنا مستهد فينهم ربما تكمن اللي هي الحلول بين إيديهم أو ربما يعني تصعد المشكلة أيضا من خلالهم الفايف بيز لا تختلف كثيرا عن الفايف أمز زي ما قلنا اللي هي عبارة عن يعني ممكن يكون رسم بشكل أفقي تحدد أو صفوف تحدد في هذه اللي هي المشكلات الفايف أمز المام باور نفس الفكرة اللي هم طبعا مام باور المقصود فيها البيبل اللي هم القواء العاملة ممكن تكون الماتيريالز هنا كانت موجودة عندنا البروفيجنز الماتيريالز اللي هي الأدوات والممكانيات والإمدادات الميثوز اللي هي الطرق مقابلها البروسيجرز اللي هي الإجراءات والأدلة اللي حكينا عنها الماشينز اللي هي المكان كأدوات ممكن تكون والميجرزمنز اللي هي أدوات اللي هي القياس اللي بيدخل فيها طبيعة الخدمة بيدخل فيها رأي الناس بيدخل فيها كفاءة الأدوات اللي موجودة تمام فبقولي بشكل عام لا تتجاوز المشكلات في حين طرحها هذه الفايف بيز أو الفايف أمز بتنحط نظام اللي هي صفوف وفقية ومقابلها بتمن اللي هو وضع الملاحظات في مجموعة من الأسئلة بيقول إنه كلمة سكامبر سكامبر معنتها هروب أو جري تمام هاي الكلمة S-C-A-M-P-E-R مكونة لعدد ست أو سبع حروف السبع حروف هدولة بيقول كل حرف منها يشكل إلي سؤال هاي الأسئلة من خلالها ممكن أنا أطرح اللي هي فكرة العصف الدهني وألاقي حالي بوضع الحلول ضمن هاي الأسئلة اللي هي العناوين السبع يعني مثلا ماذا باستطاعتك أن تستبدل اللي هي أول كلمة what can you substitute أول حرف في الأسئلة اللي هو سكامبر في كلمة السكامبر فهاي الأسئلة أنت بتقرؤوها لكن هي تعتبر دليل إرشادي بيمسك الواحد من إيده بيقول له وين تمشي غالبا مشكلتك أو غالبا حلولك عفوا مش مشكلتك لا تتجاوز هذه الحروف السبعة في حال طرح مجموعة الأسئلة الخطوة الثانية خطوة التحضير للعصف الذهني وهاي طبعا فيها إعلام المشاركين وإعلامهم بطبيعة الهدف أو هدف عفوا الجلسة شو الموضوع اللي إحنا بدنا إياكم تيجوا تنتجوا من الأفكار وهذا طبعا يعطيهم المجال أنهم يراجعوا اللي هي الأدبيات والدراسات السابقة المتعلقة وتجارب الآخرين في موضوع ذات العلاقة بالجلسة تزويد الفريق وإدارة الجلسة بلوحات ورقية كبيرة وأقلام لأنه من خلالها سيتم تدوين هذه الفكر أولا بأول على هذه الأوراق الكبيرة وحتى ما يكون فيه نوع من التكرار الكثير للموضوعات أو للطروحات اللي موجودة وبعد هيك طبعا بتم اللي هو تجميع الفكر تحت عنوين عامة يقوم الميسر بشرح قواعد العمل مهم جدا فيها التوضيح أنه فيش عندي أي نوع من أنواع الدفاع عن أي فكرة ما تشرحش كتير الفكرة بتبعتك اكتب الفكرة كحل أو كرأي تمام؟ ما تشرح عليها كتير ومش من حقك تدافع عنها لأنه تمام؟ ما فيش فيها مجال للدفاع فيها عبارة عن سرد للأفكار ومعناش وقت بعد هيك لما احنا بنقرب على الفكرة اللي احنا بدنا إياه بلاقيها الأنسب بتم اللي هو الخوض فيها والتبحر فيها بشكل أكبر أيضا من القواعد أنه إعطاء كل واحد فرصة من الفريق اللي موجود ربما يكون فيه عندي نوع متكتم أو متحفظ ما بحبش يحكي أو ما عنده القدرات أنه يحكي ممكن نعطيه فرصة أنه يسجل على ورقة في فترة قصيرة جدا وبعد لما يوصل الدور ممكن هو يقرأها قراءة أو ممكن حدا من الفريق المشارك استثناء أن يقوم بقراءة هاي اللي هي الفكرة اللي موجودة من المفيد وجود أعضاء فنيين بمعنى أنه إذا إحنا مشكلتي مثلا بأحكي على برنامج اللي هو الموعيد والبرنامج هذا برنامج محاوسة ونجي نطرح فكرة الأصل أن يكون من الفنيين يعني الناس اللي بخلصة حاسوب أو برمجيات يكونوا موجودين عشان يبلوروا هالفكرة اللي إحنا طرحناها بما يتناسب مع طبيعة الموضوع والاستفادة منه أولا بأول كويس أنه يكون في عندي من المشاركين ناس إلها خبرات أو ناس تكون يعني أصحاب معارف في طبيعة اللي هو المقصود بجلسات العصف الدهني ونقول عنهم ممكن يكونوا الاستشاريين المشاركين زي ما حكينا قبل بيطرحوا فكرتهم لا يتم تقييمها ولا تحاكم ولا تنتقد أو تؤيد أيضا أدوار الاستشاريين أو المجموعة المتخصصة إذا كانت الأمور ماشية بالطريقة الصحيحة والكل بيسرد الفكرة ابتبعته فيش فيها نوع من الإصرار على موضوع معين أو هيمنة شخص أو أكثر على حساب الفريق اللي موجود ما فيش داعي للتدخل المجموعة المتخصصة وتسيب الأمور ماشية ما دامت ماشية بالطريقة الصحيحة تتدخل إذا كان في عندنا نوع من اللي هو الخلال يتعارض مع الضوابط والقواعد العامة لجلسة العصف الدهني مهم لو كان في عندي أشخاص يعني دومينات بيسموهم مسائدين يعني لهم السيطرة الأكثر يقوم طبعا دور اللي هو الميسر أو قائد الجلسة بتحجيم هذا الأمر من أجل إعطاء الفرص للآخرين كثير كويس أنه يتم تعليق صفحة العرض على الحائط بشكل واضح أنه الكل يشوف عشان يبين عنا إيش اللي بنكتب أولا بأولا الخطوة الثالثة يعني تتحدد في أنه كيف يكون لنا جلسة عصف ذهني ناجحة من خلال المقدمة اللي بيقوم فيها اللي هو قائد الجلسة أو الميسر من خلال أربع نقاط محددة اعمل بدون نقد أو تقييم من أي نوع كان يعني قدم فكرتك من غير ما تعلق على الموضوع لا تنخذ غيرك ولا تقيم فكرتك أو تقيم فكرة غيرك اثنين لا تكون منحازا إلى الفكرة التي قمت بطرحها ثلاثة اهدف إلى جمع عدد كبير جدا من الفكر في هذه الفترة الوجيزة القصيرة اللي احنا عمال عمالين فيها جلسة العصف الدهني وحاول البناء على أفكار الآخرين الخطوة الرابعة طبعا اللي هي التحمية وهاي طبعا يعني زي ما بقولوا إشعال جو من الحماسة والاندفاعية نحو توليد الأفكار وإنجاح الجلسة بتمحيتنا وهي بتكون في حالة الخمول أو في حالة اللي هو السكون اللي ممكن تمر فيها الجلسة العصف الدهني بينها عضاء الفريق وهنا طبعا ممكن يطرح موضوع معين الهدف من خلاله استعادة نشاط اللي هو الفريق من أجل طبعا إعادة طرح الأفكار وتوليد هذه الأفكار هاي هي الأربع خطوات المتعلقة بجلسة العصف الدهني تحديد الموضوع اللي احنا بصدده التحضير لجلسة العصف الدهني ضمن القواعد اللي حكينا فيها وقبل البدء تقديم جلسة العصف الدهني بتحديد أربع نقاط مهمات واستخدام اسلوب التحمية في حال وجود حالة من اللي هو الخمول بين أعضاء الفريق طريقة تحديد الأولويات في اتخاذ القرار بين مجموعة من البدائل تمام؟ في عندي اللي آن بعد جلسة العصف الدهن على سبيل المثال وصلنا إلى مجموعة من البدائل بدنا نختار من هاي الفريق يختار لنا إيش البديل الأفضل ضمن البدائل المفضو المفترضة في عنا ثلاث أنواع فيه تصويت مباشر فيه تصويت متعدد وفيه تصويت الموزون أو التصويت ما يسمى بالتصويت المرجح لكل واحدة فكرة ولكنها تندرج تحت اختيار البديل الأفضل ضمن اللي هو أولوية انت بتضحها كشخص من ضمن الفريق العمال اللي بيختار فالتصويت المباشر على سبيل المثال في عندي عشر أنشطة تمام؟ انت بالنسبة إليك بتفضل أنواع نشاط واحد ولا اثنين ولا عشرة أي كان من هاي الأنشطة فبتاخد فرصة واحدة برقم واحد وهاي بسموها نظام الحزم يعني واحد مثلا كل الحزمة بتنحسب يعني كل أربع شحطات لو رحنا على صفحة 133 بنلاقي عنا اللي هو مجموعة عمل الأنشطة مقابلها الأسوات وفي النهاية المجموعة قديش في عندي أنا أعطيه كل أربعة والخامسة بتكون حزمة حسب طبعا عدد اللي هم الأسوات أو المشاركين بنلاقي في النشاط صفحة 133 النشاط الرابع في عندي تمان أسوات موجودة أو عفوا حتى ما بيني 7 ومش 8 أصوات النما بكتبه في المجموعة هم 8 تمام النشاط الرابع هو أخذ أعلى بناء على أنه في عندي عشر أشخاص كل واحد بيعطي أنت بدك الخيار الأول الثاني الثالث الرابع الخامس لحد العاشر كل واحد بيختار النشاط اللي هو بيشوفه مناسب ضمن الأولويات أعلى عدد أعلى عدد حصل عليه النشاط المقترح هو بيعتبر اللي هو النشاط اللي إحنا بدنا إياه أو اللي هو القرار أو البديل الأفضل ضمن القرارات البدائل المطروحة التصويت المتعدد النوع الثاني قلنا الأول المباشر الثاني هو المتعدد بمعنى أنه أنت في عندك ثلاث أرقام ثلاثة اثنين واحد ثلاثة اثنين واحد بدك تختار مش بديل معك ثلاث بدائل لكن بدي رقم واحد في بدائلك يأخذ رقم ثلاثة البديل الثاني بيأخذ رقم اثنين البديل الثالث بيأخذ رقم واحد إذن إحنا بدنا أكتر من بديل وأكتر من أولوية مش بدي أنا بديل واحد فقط زي اللي هو التصويت المباشر أو التصويت اللي هو البسيط أو سهل الاختيار أنا بدي التصويت المتعدد بدي أختار مش واحد بدي أختار ثلاث بدائل على سبيل المثال بدي من هالعشر بدائل نختار ثلاثة لو سوح نروح نصفحة 134 بنلاقي أنه في عندي هاي عشر أعضاء فريق في المقابل في عندي عشر أنشطة فيه في المقابل اللي هو مجموع انت بتعطي رقم واحد قديش واحد بيعطيه ثلاثة إنه أولوية بالنسبة له واحد بيقول لا أقل أولوية أنا رقم اثنين فيه واحد ما بيعطوهش إشي تمام فهذه الثلاث أرقام بتبعتك بتتوزع على اللي هم الأشر أنشطة في المقابل الأشخاص اللي هم اقترحوا بتم تجميع عدد الأصوات اللي طرحت من خلالهم أعلى رقم أعلى رقم بالتصويت هو بالنسبة لنا بيكون أولوية رقم واحد يعني لو رحنا على صفحة 134 بنلاقي النشاط رقم أربعة أعلى رقم اللي هو واحد وعشرين النشاط الثاني بيكون اللي هي رقم اثنين هو رقم 16 اللي هو البديل الثاني تمام البديل الثالث بدي يكون اللي هو أقل بعدها اللي هو نشاط رقم ثلاث اللي هو حصل عندنا على اطنعش لكن بينا النشاط واحد سفر النشاط ستة أخد ثمانية النشاط سبعة أخد اثنين فهي كلهيتها يعني مش تعتبر أولوية بالنسبة لنا فهذا النشاط أو التصويت المتعدد عبارة عن ثلاث بدائل بتختار فيهم البديل رقم واحد بياخد أعلى وزن نسبي عندك اللي هو ثلاثة بعدين اثنين بعدين واحد التصويت الأخير اللي هو التصويت الموزون أو التصويت المرجح اللي لو رحنا على صفحة 135 بيلاقي عندنا اللي هو التصويت المرجح فيه عندنا زي ما احنا شايفين عشر أنشطة نفس الفكرة وفيه عندي عشر أعضاء من الفريق لكن كل عضو من هؤلاء الأعضاء بياخد عشر نقاط العشر نقاط العشر نقاط اللي بتبعتك هاي انت حر بتوزحها على الأنشطة اللي بتشوفها مناسبة يعني واحد ممكن يعطي نشاط واحد تمام يمكن يعطي نشاط واحد عشر نقاط هو حر أنه شايف أنه البديل هذا أو النشاط هذا هو أفضل بديل إحنا ممكن نستعمله فبيحط البديل ممكن ما يحطش ولا حاجة حط سفر ممكن يحط واحد ممكن يوزع على خمس بدائل هذا اتنين 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 ممكن يوزع على ثلاث بدائل هذا ثلاثة وهذا أربعة وهذا ثلاثة حسب الرؤية اللي بديها وفي النهاية بتم تجميع اللي هم الأصوات اللي موجودة ويتم باختيار اللي هو البديل أعلى نسبة ضمن الأرقام اللي مطروحة وهذا بسموه زي ما حكينا هو التصويت المرجح أو التصويت الموزون من أجل اختيار البديل الأفضل حتى يعني ضمن أولويات البدائل الموجودة عندنا الأداة التالتة من أدوات الجودة عندنا الأفينيتي أناليسس بسموها أو تحليل الصلاة الصلاة من يعني أي مواضيع ذات صلاة ببعض وهنا طورها اللي هو أحد علماء الجودة اللي حكينا عنه في لقاءاتنا الأولى جيرو كواتيكا وقال إنه هاي فرصة بتساعد في تنظيم الأفكار اللي يتم طرحها من خلال جلسات اللي هم الإنتاج الفكري وهاي بتم تنظيم الموضوعات ذات الصلاة وذات العلاقة مع بعضها من أجل طبعا تصنيف الأفكار بدل ما ألاقي حالي في نهاية الجلسة عندي 40-50 فكرة ممكن يكونوا هنا أربع أو خمس فكر ولكن تندرج تحت الفكرة الرئيسية مجموعة من اللي هم الفكر ويمكن بتشوفوا يعني بلقاءات معينة أو كذا لو فتحتوا على النطحة تلاقيوا إنه مثلا جلسة معينة بتم فيها طرح أفكار بكون في عندي عنوان عام والعنوان تندرج تحته مجموعة من اللي هي الحلول أو إذا نحن بنطرح حلول أو اللي هي المشاكل إذا إحنا بعمال بنستعرض في مشكلة معينة بتم استخدامها طبعا من أجل اللي هو يعني التعرف على المشكلات إيش ممكن أنا يعني أستخدم فرص للتحسين أو اختيار بدائل تمام تندرج كل هي تحت موضوع معين هاي طبعا بتساعد في الحصول على إجماع الأفكار مع تجميع الأفكار مع بعض بتساعد على إجماع الفريق في قبول هذه النقاط لأنه هاي تعتبر من ضمن الفكر اللي هم يطرحوها ولكن تختلف الفلسفة في الطرح من واحد لواحد تاني تمام يعني زي ما كنا بنحكي مثلا قبل شوي على مشكلة المواعيد في ناس بتقول والله إحنا نطور برنامج بحوسب يعمل جدوى للمواعيد هاي فكرة اللي هو جدولة المواعيد بدنا تاني بيحكي نحن والله نمكن نعمل عملية الاتصال لقناها اتصال بالمواطن أنه تيجي مكرا وساعة 11 هذاكا بيحكي على فكرة جدولة محوسبة هذا بيحكي على فكرة جدولة غير محوسبة لكن تندرج تحت اللي هو نظام المواعيد أو نظام الجدول وهاي الفكرة اللي هي يعني التقاس عليها الأداء الرابعة هي مخطط سير الإجراءات أو ما يسمى بلفلو شارت ولهذا المخطط عدة تسميات سلسلة الإجراءات اللوحة التفوقية الإنسيابية أو خريطة المسار لو فتحنا صفحة 136 بنلاقي في عندنا في أسفل الصفحة موجود عندنا مخطط تقليدي لمخطط الإجراءات أو سير الإجراءات أو خريطة المسار هنا واضح في عندنا نقطة انطلاق على السهم العيد الشمال في المربع العيد الشمال بعدين حتى وصول إلى الدائرة اللي هو أنه تم تحقيق الهدف فهي عبارة عن تمثيل بياني عبارة عن رسم بياني يوضح خطوات متسلسلة يتم إجرائها ويوضح من خلالها أين تبدأ الخطوة وأين تنتهي حتى تبدأ الخطوة التي تليها يعني عبارة عن أداء متعددة الجوانب ممكن تستخدم في برامج تحسين الأداء وحل المشكلات فسلسلة الإجراءات هي عبارة عن مجموعة من الخطوات تمام؟ تحدد في كل خطوة من الخطوات متى تبدأ ومتى تنتهي على سبيل المثال لو راجل على سبيل المثال أو ست ودناها على المستشفى الأوروبي في مستشفى الأوروبي ما بروح يشوف الطبيب في عندي عدة خطوات الخطوة الأولى أنه بروح على السكرتاريا والسجل الطبي بيأخذ اللي هو الملف يبتبعه أو بيقطع تذكرة يبدأ دخوله وعهده بالمستشفى مع السكرتاريا والسجل الطبي في إعداد الملف الطبي يبتبعه تمام؟ أو نموذج اللي هو الدخول لقسم الاستقبال تمام؟ تبدأ مع السكرتاريا الطبية وتنتهي بانتهاء اللي ما أخذوا للملف اللي هم عملوا لياه هاي سلسلة انتهت بعد هيك بروح على جسم الاستقبال فبدأت عندي خطوة واتهت الخطوة في محدد بعدين رأى على اللي هو الاستقبال في الاستقبال ما بيشوف الطبيب لسه بروح على التمريض التمريض بيأخذ له أو ما يسمى بالعلامات الحيوية وبحطه على سرير من الأسرة اللي موجودة إذن المرحلة الثانية أو الخطوة الثانية بدأت بمقابلة للتمريض والتمريض وضعه على سرير وعمل له فيتل سينز أو على متحيوية وانتهت علاقته بهذه السلسلة الثانية أو الخطوة الثانية يروح على الخطوة الثالثة تبدأ بالطبيب وتنتهي عند الطبيب لتبدأ مثلا بعد هيك ما أعمل له فحص جسماني وقال له رح مل فحص سي بي سي أو صورة أشعة انتهت علاقته مع الطبيب في السلسلة الثالثة أو الخطوة الثالثة حتى يروح على الخطوة الرابعة على اللي هم المختبر أو على الأشعة تمام؟ هاي بسموها سلسلة إجراءات تبدأ بخطوات وتندهي بخطوات أيضا في كل خطوة يتم تحديد المهام اللي هم المطلوبة يتم تحديد أين تبدأ وأين تنتهي في عنا عدة أنواع من المخططات في مخططات بسيطة في تفصيلية وفي مخططات إجرائية المخططات البسيطة لو فتحنا على صفحة 130 هذا مخطط بسيط أعطاني مجموعة من المربعات وحق طلي فيها مثلا بداية دخولك مع المستشفى يعني بيقول قسم السجل السجل الطبي اثنين التمريض ثلاثة الأطباء الأخصائي أو طبيب العام أربعة المختبر أو الأشعة أو المختبر والأشعة تمام؟ بعد هيك الصيدلية بعد هيك مثلا قسم الدخول إذا كان في مبيل فهذا مخطط بسيط حدد لي المدخلات والمخرجات المخطط الثاني الله أكبر الله أكبر مخطط التفصيلي وهذا المخطط التفصيلي بالإضافة للمخطط البسيط اللي حكينا فيه النقاط الأساسية مدخلات ومخرجات في عندي أنا ممكن يكون فيها والله إيش هي المهام اللي هي مطلوبة إن تنعمل في كل خطوة في كل خطوة من الخطوات أي صحيح أو ما هو الإجراء اللي بدي يقوم فيه في كل خطوة من الخطوات إيش هي المهام إيش القرار اللي يجب أن يتخذ فيه كل واحدة يعني قامل كنا بنحكي المربع الأول قسم السكرتاري والسجل الطبي هذا في المخطط البسيط في المخطط التفصيلي بقول لا أضيف لي شو المطلوب من اللي هم السكرتاري والسجل الطبي تمام؟ بعدما رأى الخطوة الثانية قلت لي التمريض إيش مطلوب من مهام التمريض حددنا فيها المهام وأطر آليات اتخاذ القرار المخطط التالت هو المخطط الأكثر شمولية المخطط الإجرائي الإجرائي بيحتوي على المخطط البسيط والتفصيلي بالإضافة إلى تحديد الأشخاص اللي بني قوموا بهذه المهام تمام؟ يعني بدي تقول لي في الخطوة الأولى استخراج ملف طبي بدي تقول لي مين؟ والله الإدارة الصحية السكرتارية والسجل الطبي السكرتارية التنفيذية أين كان تحديد هذا الشخص بغض نظر عن الإسم لأن الإسم مش هيكون 24 ساعة مداوم لكن أنا بدي أقول على الصفة الوظيفية ابتبعته بعدين بنيقول اللي هو في المخطط التفصيلي قلنا التمريض تمام؟ عفوا قلنا اللي هو بدي يأخذ فيتنسات أو علامات حيوية هنا بدي يكون فيه إيش؟ التمريض التمريض الاستقبالي اللي بدي يكون بهاي المهام واضح؟ هاي تعتبر اللي هي الخطوات أو الأنواع الثلاث للمخططات مخططات بسيطة وتفصيلية وإجرائية لما كلنا بنحكي على مخطط أو سير الإجراءات أو خارجة المسار أو سلسلة الإجراءات هناك مجموعة من الاعتبارات العامة المتعلقة بإعداد مخطط المسار بالتأكيد أنه شخص لوحده ما بيقدر أنه يشتغل هذا المخطط لذلك يجب أن يكون مجموعة من الأشخاص المهنيين وأصحاب العلاقة بالعمل مع الناس اللي ينحن علاقة به اللي هي التقنيات وإجراءات الرسم ووضع المخططات زي من نفس المؤسس طبعا ما يكونوا من خارجها فيكون عندي فريق قابل أنه يعني يطرح عنده الموضوع ويتم نقاشهم بألا يزيد عن 12 حتى يتم السيطرة على الجلسة والاستفادة من اللي هم الفريق وما يكون في ناس يعني لحالها شغالة أو بتحكي في مواضيع خارج إطار الجلسة وما نقدر نسيطر فما يكونش العدد عندنا كبير نجب يعني ألا يتجاوز عدد 12 شخص دور الميسر طبعا أنه يتيح المجال لكافة أعضاء الفريق بالمشاركة الفعالة من أجل الاستفادة وتعميم وتعظيم الاستفادة أكثر إذا كانت العملية المخططة اللي احنا باتجاهه يعني مخطط ممكن يكون معقد وكبير فممكن يتم تجزئة هذا المخطط على سبيل المثال والله العلاج بالخارج وسلسلة اللي هي الإجراءات أو مخطط المسار اللي بتحدث عن اللي هو العلاج بالخارج فممكن تجزئتها يعني من تبدأ بالعيادة والمركز الصحي ثم المستشفى تكون كل واحدة إلها سلسلة إجراءات تمام مجزئة وبعد هيك يتم جمعها ومن ثم العلاج بالخارج وبعدين التنصيق والحجز في المستشفيات الداخل أو مصر أو كذا يعني هاي الإجراءات تم تجزئتها كل جزئية لوحدها بمخطط مصار محدد ومن ثم بعد هيك تجمع هذا المخطط مع بعض موضوع الرسم المخطط مش لازم نجيب خبراء من خارج المؤسسة خلينا نسيب المجال هذا بين أيضي أعضاء الفريق اللي موجودين عندنا ويترجم بعد هيك يعني بشكل رسم بياني أو كروكي بيقوم في الأخصائيين لكن وفق رؤية أعضاء الفريق اللي موجودين معانا ضمن هذه الجلسة مهم جدا أنه إيش اللي بدنا إياه إحنا بعد الجلسة هاي نحدد الأوتكم اللي إحنا بدنا إياها تمام أو المحصلة اللي بدنا إياها يعني هل بنا نطلع بمخطط بسيط ولا تفصيلي ولا إجرائي تمام ولا بنا نعمل ثلاث مخططات كل مخطط منفصل إجرائي وبسيط وتفصيلي حسب طبعا إيش اللي بدنا إياه إذا بتحديده لأخوة أو أعضاء الفريق ناقش مع الفريق الغاية وطريقة العمل ولاحظ أنه التغير له قيمة كبيرة وناقش معهم أهمية اللي هو المعرفة الواعية للمخطط اللي إحنا بدنا إياه وإحنا ماشيين باتجاهه ممكن نستخدم طبعا تقنية العصف الدهني اللي حكينا فيها في بداية اللقاء ممكن طبعا الفكر اللي موجودة يعني تجميحها تحت إطار ملون بمعنى أنه حط مثلا بطاقات ملونة لكل بطاقة لها فكرة معينة وتندرج تحتها مجموعة من اللي هو الأفكار مناقشة جماعية مسموحة لأنه العدد عندنا محدود ما قلنا ما يزيدش عن 12 ولكن يجب أن يكون فيه صلب الموضوع اللي إحنا بدنا إياه ومهم جدا أنه إحنا المخطط يؤدي لنا الغرض ليس الرؤية اللي أنا بدي إياها بس تمام ممكن رؤية تتعارض مع النظام العام على سبيل المثال كويس لكن أنا بدي أنه هذا المخطط يؤدي يعني يحتوي على كافة اللي هي الإجراءات المتعلقة بموضوع الدراسة ابتبعنا مش اللي أنا بدي إياه كشخص معين ولكن اللي بدي إياها طبيعة اللي هي الخدمة اللي إحنا نسعى لتطوير إمكانية توأداءها كيفية إعداد خريطة المسار طبعا هاي بعد هالجلسة اللي كنا بنعد في موضوع مخطط المسار وتوافقنا على مجموعة إيش الخطوة الأولى والثانية ووصولا إلى الخطوة الأخيرة من أجل تحقيق الهدف بدنا نحدد أول نقطة بوضع اللي هو علامة محددة ذات لون معين أو ربما تكون في أعلى الصفحة اللي إحنا بنرسمها تبدأ أول خطبة هي كأعلى يعني مربع موجود في سلسلة الخطوات وصولا إلى أسفل الصفحة اللي تعني الانتهاء من مسلسل الخطوات اللي موجود أو ربما يكون يبدأ بالجهة اليسرى زي ما احنا شفناه في صفحة 136 أول خطوة تبدأ في المربع الأول قبل وضع الأسهم طبعا على اليد اليسرى وتنتهي بآخر خطوة على الانتهاء اللي هو الحافة اليمنى للورقة أو الجدار اللي إحنا بنكتب عليها كتابة كل خطوة على بطاقة منفصلة تمام؟ كل خطوة في المربع أو في بطاقة منفصلة وبعد هيك بدنا نرتب هاي الخطوات حسب الترتيب المناسب زي ما قلنا قسم السكرتاريا والسجيل بعدين التمريض بعدين الأطباء بعدين المختبر والأشعة ومن ثم بعد هيك الصيدلية وإذا كان دخول على المستشفى أين كان تمام؟ رطب الخطوات حسب الترتيب المناسب يجب توثيق طبعا كل خطوة لأنه إحنا وارد يكون فيه عندي يصير حدث معين يصير خربطة على سبيل المثال نطلع بريك نلاقي حدا لعب في هالبطاقات اللي موجودة فيجب توثيق هذه النقاط وهذه الخطوات ورقيا بعد ما إحنا نكون خلصنا وضع هالبطاقات اللي موجودة بسلسلة الإجراءات خلينا نرجحها مع بعض هل إحنا متفقين على اللي موجود ولا لا بالمنطق يعني بنفع نقول والله يروح على قسم الاستقبال قبل ما نروح على السكرتاريا واستجيل الطبي يطلع التذكرة على سبيل المثال فهي خلي المنطق في هذا الأمر لقينا إنه إحنا أمورنا ماشية بشكل دقيق وشكل صحيح بعد هيك إحنا ممكن نوضع اللي هو الأسهم نضع إيش؟ الأسهم إنه خطوة رقم واحد في ساهم خطوة رقم اثنين في ساهم خطوة رقم ثلاثة بمعنى إنه هاي الخطوات كل واحدة بتأدي بعد لاستكمالها والانتهاء منها بتسلم على الخطوة الثانية لو مر معانا في المراجعة المبدئية لمجموعة النقاط أو الخطوات اللي موجودة إشي يعني ربما يكون بده حاجة إلى التحسين أو للمراجعة أو إنه مش منطقي ممكن نحط عليها لون معين أو نضللها أو نضع عليها دائرة وبعد ما نخلص بنرجع لها وبنتوافق على هذا الأمر نعمله أو لا طبعا بعد هيكت يفضل بيقول إعادة عمل اللي هو اجتماع لهاي اللجنة بعد يوم أو يومين ونعرض عليهم المخطط اللي موجود شو رأيكم مقترعين فيه ولا لا ولا إحنا بحاجة إلى مجموعة من اللي هي المراجعة هذا كل ما هو متعلق بالفلو شارت أو ما يسمى بسلسلة الإجراءات أو خريطة المصار أو خريطة اللي هي الإجراءات أو اللوحة التدفقية الإنسيابية كأداء رابعة من أدوات الجودة الأداء الخامسة من أدوات الجودة هو أو ما يسمى بتحليل السبب والنتيجة أو الأثر فيه ناس بيقول تحليل السبب والأثر وفيه ناس بيقول تحليل السبب والنتيجة cost effect analysis اللي حنحكي عنه الآن هذا المخطط كأحد أدوات الجودة المسمى بالتحليل السبب والأثر أو النتيجة أو ما يسمى بمخطط عظمة السمكة الفيشبورن analysis أو ما يسمى بمخطط الشكاوة حسب اللي هو العالم الجودة اللي اكتشفوا وتم التعامل من خلاله أو مسمى مخطط أنواع مخطط عظمة السمكة أو مخطط الشجرة هاي كلها مسميات مترادفة مع بعضه ولكن الهدف العام من خلال هذا التحليل السبب والنتيجة أو الأثر الهدف اللي هو التعرف على الأسباب الجذرية لمشكلة معينة وعلاقة هذه الأسباب بوجود المشكلة رح نجيب مثال ويتضح معنا أيضا كمان هو بيعمل عملية اختصار وتنظيم لكميات كبيرة من المعلومات حسب اللي هي المشكلة لقيد الدراسة البند التالت أنه يولد مزيد من الأفكار ويصنف هذه الأفكار ويضع فرضيات الأسباب المحتملة البند الرابع فيها بسهل عملية اكتشاف المزيد من الأسباب التي أدت إلى المشكلة وآخر شغلة فيه أنه بساعد في إجماع الفريق نحو نقاط محدد لأنه لن تتجاوز المشكلة الفايف بيز والفايف أمز اللي حكينا عنها قبل شوي إذا ذكرينها لمتعلقة بالأشخاص ومتعلقة بالزبائن أو متعلقة بالمقدمين الخدمات الموظفين والعاملين أو متعلقة بالأدوات أو البرمجيات أو اللي هي البرسيجرز اللي هي الإجراءات أو البيئة العامة والوسط العام للعمل لو فتحنا صفحة 140 واضح عنا في عنا بخطط واضح في عنا البادي بينتهي عفو نس بالسهم اللي هو الموجود الأثر إنما على يسار اللي هو الورقة نفسها بنقدر نقول هنا هو الكوز أو السبب وينتهي بالأثر أو اللي هو الإفكت وواضح هذه بسموها الباكبون اللي هي عظمة اللي هو الظهر اللي هو عظمة السمكة وطالع من عنا شوي خلينا نقول نكون تقليديين اللي هي السفير هاي طالع اللي هي السهم المضلل بشكل أغمق شوي هادي اللي هي بنقول عنها المخططات اللي بتعطيني مجموعة الأسباب الرئيسية مجموعة الأسباب الرئيسية يعني مع المخطط هذا ممكن نقول أم اللي هي إيش اللي قلنا عنها الفرير ممكن يكون السهم التاني موجود في عندي اللي هو أو العمود التاني اللي موجود أو الخط التاني عفوا بننقول أم تاني اللي هي المجرز اللي هي أدوات القياس ممكن نقول في الأم التالت الماشين اللي هي أدوات المستخدمة في العمل الأين كان فهاي تعتبر عنوين إيش رئيسية بعد هيك في عندي مجموعات مخططات أو صفوف زي ما احنا شايفينها بخط أرفع ودقيق هاي بسموها الأسباب الجذرية ولكنها تندرج تحت مين اللي هي الأسباب الرئيسية اللي هو الأم أو الفايف أمز أو الفايف بيز حسب نوع اللي هو المشكلة لأنه لن تتعدى المشكلة إلى الأشخاص يا إما طبيعة العمل يا إما البيئة العامة يا إما الأدوات يا إما تمام حسب اللي هو النظام اللي شرحناه فهذا المخطط هو بسموها عظمة السمكة أي واحد فينا على المستوى التقليدي والعادي لو بدي يعرف أي مشكلة كمان ممكن يستعرضها باستخدام هذا المخطط وهاي تعتبر من الأمور المهمة جدا والمريحة جدا والميسرة في التعرف على المشكلات هناك طريقة للتعرف على طريقة إنشاء مخطط السبب والأثر في تسع تقريبا نقاط نتحدث عنها إن شاء الله قبل ما ننتقل عفوا لمخطط طريقة الإنشاء زي ما حكينا صفحة 140 عنها اللي هو النوع الأول اللي هو عظمة السمكة تمام عظمة اللي هو السمكة زي ما شرحنا ووضحنا النوع الثاني بيسموه مخطط الشجرة التنين نفس الفكرة يعني مش مبعدة كثير لكن شكل البيانة أو الرسم البيانة مختلف صفحة 141 اللي هو مخطط اللي هو الشجرة أو اللي حكينا عنه يعني النوع الثاني من مخطط الأثر موجود عندنا يعني على يمين أقصى يمين الصفحة واضع عندنا اللي هو الكوز اللي هو السبب وهنا باتجاه اليسار كل هاي تعتبر إيش اللي هي الأسباب وتنتهي بوجود الأثر ففي عنده سبب رئيسي هاي سببين رئيسيين زي ما احنا شايفين في أول مربعين بعد اللي هو النقطة الرئيسية اللي هو السبب الرئيسي بعد هيك في عندنا كمان يتفرع من هذا السبب الرئيسي سببين فرعيين ربما يكونوا أكتر من اتنين ربما يكونوا أكتر من ثلاثة أو أربعة حسب طبعا نوع المشكلة وطبيعتها وكمان واضح أنه في عندنا ممكن يمتد أن كل سبب فرعي في عندنا أسباب فرعية وجدرية أكثر اتنين أو ثلاثة أو أربعة زي ما هو واضح هذا طبعا يعتمد على المشكلة ويعتمد طبعا على اللي هو يعني إمكانية التعرف على الأسباب نرجع لطريقة إنشاء مخطط السبب والأثر اللي قلنا مكون من تسع نقاط النقطة أو الخطوة الأولى الخطوة الأولى حدد موضوع الأثر أو بنقسين النتيجة أو العرض اللي ظهر عندنا كتابيا يعني والله احنا تتأخر على سبيل المثال زي المثال اللي كنا بنحكي في سابقا تأخر وصول اللي هو عينات المختبر أو زيادة الشكاوى من المراجعين إنه بيتأخروا في حصولهم على الخدمة فإحنا هاي النتيجة هاي النتيجة أو هذا العرض أو هذا الأثر هو إلو مجموعة من المسببات فإحنا بقول أول خطوة إن يتم كتابة وتدوين هذا هذه النتيجة أو هذا الأثر الخطوة الثانية ضع الأثر أو العرض في الجهة اليمنى ضمن إطار تمام؟ يعني حطها في مربع على الجهة اللي هو أقصى اليمين هاي النتيجة بتبعتنا وأرسم العمود الفقري زي ما احنا شرحناه صفحة 140 في الصفحة السابقة بخط ثخين مشير إلى الأثر واضح؟ لو رحنا على الأقصى اليمين صفحة 140 حنلاقي فيه عنا مربع موجود فيه الأثر وفيه عنا خط ثخين باتجاه السهم ما شيء اللي هو وصولا إلى النتيجة لأنه احنا بنرجع رجوع عشان نتعرف على مجموعة الأسباب الخطوة الثالثة استخدم العصف الذهني كأحد الأساليب اللي حكينا عنها من أجل إنتاج مجموعة من الأفكار حتى طبعا يتم اللي هو يعني تصنيف وإدراج مجموعة من المسببات ضمن الفايف أمز أو الفايف بيز اللي شرحناها قبل شوية سواء في الفايف أمز المان باور القوى البشرية أو الماتيريال اللي هو المواد والمثودس أو الطرق أو المشين الآلات وأدوات القياس المجرمنز أو الفايف بيز اللي ممكن تكون هي نفسها طبعا اللي هم البيبل أو الموظفين كأشخاص أو البروفيجين اللي هي الاحتياجات مش الاحتياطات والمؤن اللي هي الأدوات اللي مطلوبة عنا تمام والإمكانيات بالموارد والبروسيجرز اللي هي الإجراءات والبليس المكان أو البيئة الخارجية تمام والباترون أو هم اللي هم النماذج أو اللي احنا شرحناها لما قلنا عنهم ممكن يكون الكستمرز اللي هم الزبائل اللي بتبعينها هانا يعني مجموعة من عملية اللي هو الانتاج الفكري لاستعراض مجموعة المسببات اللي ممكن تكون هاي المسببات احنا كتبناها وحطناها عنا بين إيدنا بدنا نروع الخطوة الرابعة بنعمل اللي هو زي ما هو موجود عندنا صفحة 140 الخطوط المائلة 70 درجة هادي تمام بتكون شوية أقل يعني في خملها من الباكبون اللي هي عظمة اللي هو الظهر اللي هي بتجه فيها السبب تمام وبتم بتكون عادة ممكن نرسم اتنين ممكن تلاتة ممكن اربعة ممكن خمسة يفضل انها ما تزيدش عن ستة وبالتأكيد في الشي سبب ممكن يكون اقل من اتنين فهاي الاسباب اللي هي بدنا نحط عليها الاسباب الرئيسية ضمن الفايف بيز او الفايف امز ممكن تكون من اتنين الى الست الخطوة الخامسة اللي بعد هيك بدنا نوضع هاي اللي هي المسببات اللي احنا اقترحناها الاساسية على هذه الخطوط المائلة ب70 درجة تمام بعد هيك نروع الخطوة السادسة بدنا نبدأ نستعرض الاسباب الفرعية بمعنى ان احنا بنحكي على البيبل اللي هم الاشخاص او الموظفين هذا سبب عنوار رئيسي طب شوف في الموظفين والله ممكن يكون على سبيل المثال الاسلوب الاداري المتبع والمسؤول في الفضاء طب تبعته عسب عدم التزام التجبر اللي موجود ادى الى خلل موجود ممكن تكون له علاقة بجزئية هيك ممكن يكون والله تأخر الموظفين في الحضور تمام ممكن يكون لا الموظف بيحضر في وقته ولكنه يتسيب عن اللي هو اداء العمل ممكن يروع على قسم تاني ويسيب مكان العمل ابتبعه تمام ممكن يكون والله الاشخاص هدولة غير مدربين صح على سبيل المثال فيدخل اللي هي مجموعة من الاسباب الفرعية تحت عنوان اللي هو البيبل او الاشخاص او الموظفين في الخطوة السابعة هذه الاسباب الفرعية يجب ان توضع ضمن اللي هم اللي زي ما احنا شايفين صفحة 140 مجموعة اللي هم الخطوط الافقية اللي متصلة بكل خط رئيسي الى علاقة بالاسباب اللي هم رايحة يميني شمال زي ما احنا شايفين هادي اللي هي الاسباب الفرعية قدش ممكن تكون 2 3 14 قد ما تكون بتكون موجودة ولكن لها انتهاء متى تنتهي انه هاي طبعا الاسباب الفرعية لو راجعناها على رجعناها على السبب الرئيسي بنلاقيه فعلا هي مؤثرة بشكل مباشر فيه ولو احنا مسكنا هاد سبب الفرعي واستثنينا من كل الموضوع تابعنا راح يأثر سببا على اللي هو السبب الرئيسي ممكن يحدث نحذف او اي انقاص للمشكلة نفسها بمعنى انه هاي عندي مشكلة الاشخاص في عندي طلعنا لها مجموعة اللي هي مشاكل فرعية من ضمن المشاكل الفرعية انت بتقول اكتب اتنين ولا تلاتة ولا اكتر قد ما في مشاكل فرعية بتكتب لكن بتقف عند حد معين انتهينا من كل اللي هي المشاكل الفرعية المفترضة دقول السبب الفرعي اللي احنا بتحكي فيه والعلاقة بالمشكلة الرئيسية لو انت استثنيته راح يخل باجراءات الحل لو انا حليه حطيتها يعني بدك تقول لي موظف غير مدرب تمام على سبيل المثال على البرنامج المحوسب اللي بيعمل عملية اللي هو المواعيد لو انا قمت اللي هو عنصر معرفة تمام الشخص هذا كمقدم للخدمة قمته منها حيأثر على سبب اللي هو الاشخاص يعني لو انا قمت وتجاهلت من كل من كل هالمنظومة حلاقي حالي انه ما زال في عندي خلل الخلل بيقول انه والله هذا الشخص الغير مدرب هو سبب في اللي هو المشكلة اللي موجودة يعني لو انا استثنيته من الاسباب الفرعية راح تضل المشكلة قائمة عندي ما لم يتم حل الخطوة التامنة طبعا يتم اللي هو رسم المخطط هذا بشكل عام مع وضع اللي هو كافة النقاط اللي موجودة في اسباب رئيسية واسباب فرعية وجدرية والاطلاع عليه بشكل كامل من اجل المراجعة الخطوة التاسعة هو مراجعة لكافة النقاط بدءا من اللي هو وضع المشكلة الرئاسيزية والاساسية اللي يقولن عنها الاثر او النتيجة وصولا الى الشكل العام والنهائي لمخطط الاثر والنتيجة هذا اللي هو الشرح والتوضيح المتعلق بالاداة السادسة من ادوات عفوا الاداة الخامسة من ادوات الجودة الاداة السادسة هي اداة الاقتباس او ما يسمى بالمنش ماركينج او اداة الاقتباس المقصود بالاقتباس انه يعني انا بدي اشوف نموذج ناجح وانا اقتدي فيه انه انا بدي احاول اكون زيه او استخدم التجرى ابتبعته فهي عبارة عن عملية ناجحة في مكان اخر كمقياس انا ارغب اني اصل الى هذه اللي هي النجاح او هذا النجاح اللي موجود في عمليات طبعا مشابهة في طبيعة الخدمة ابتبعتي هاي طريقة للتعلم من نجاحات طبعا اللي هو الاخرين فيها نوع من الحث على الابداع والتميز بالنظر الى مؤسسات ناجحة وعظيمة تمام فتقارن فيها مقارنات بسموها نوعية نوعية يعني تدلل على مدى الكفاءة وجودة الخدمة مهم جدا في الاقتباس انه مقارنة حالنا بمؤسسة شبيهة يعني انا مؤسسة صحية بدي اقارن حالي بمؤسسة صحية انا مؤسسة بتقدم خدمات جراحة عيون تخصصية بدي اقارن حالي بمستشفى او مؤسسة بتقدم هاي الخدمة مش اقارن حالي مثلا مؤسسة صحية بتقدم خدمات اللي هو التأهيل تمام يكفي التجابه في بعض مشاريع اللي هم ويعني مشاريع تحسين الاداء اللي هم بيستخدموها حتى تنطبق معنا لان طبيعة عشان ايك بنقول انه بدي النموذج اللي انا اقارن حالي فيه بيقدم الخدمة الى حد ما شبيهة بالخدمة ابتبعت تمام وتكون هاي تعتبر اللي هو نموذج ومرجع لنا انه احنا ممكن يعني نصل الى درجة الارتقاء وهذا التحسن وهذا الرقي اللي وصلوا الى في انه احنا نسعى الى تحسين خدماتنا حسب ما هو يعني وصلوا الى وهذا طبعا ممكن يكون من خلال طبعا زيارات وتشبيك مع هذه المؤسسات والاطلاع على النجاحات بتبعتهم والاستفادة من تجاربهم وكيفية اللي هم يعني كيف وصلوا الى درجة من الارتقاء والرقي وكيف هم جاوزوا الاخفاقات والمشاكل اللي بشكل طبيعي كل المؤسسات ممكن تتعرض لها في اللي هي حياتها العملية الاداة السابعة من ادوات الجودة ادوات العرض الاحصائية او بيسموها الاستسيسيكال تولز تمام والداتا بريزنتيشن اللي هي ادوات او عرض البيانات وهذه يعني الاداية تم من خلالها عرض النتائج والبيانات والمعلومات بشكل سهل الفهم شكل مبسط امكانية اجراء المقارنة نظريا بشكل سريع عند الاطلاع الى هذه المخططات وغالبا هو بيعكس طبعا اللي هي فكرة مقارنة ما بين متغيرين او اكثر في نوعين من البيانات في بيانات بسموها الكاتيجوريال اللي هي نظام بيانات يعني نظام من مجموعات تمام وفي بيانات متغيرة او متصلة بيانات اللي هي الكاتيجوريال او المجموعات او بيانات الوصفية هي غالبا ممكن عدها زي ما بيقولوا ممكن يعني زي مثلا العدد الموظفين المسجلين قديش تعطيني نسبة مئوية مثلا نسبة التغطية من التطعيم يعني المقصد انه في عندي انا جرعة ثالثة من تطعيم اللي هو ودي بيتي على سبيل المثال قديش في عندي الحضر والمفروض انه يحضر مثلا عندي الف حضر تسعمية وتمانين اذا منحكي على حوالي تمانية وتسعين في المية من اللي هم الاطفال اللي الفئة المستهدفة حضرك انما البيانات المتغيرة هي بيانات طبعا قياسية موضوعة على مقياس متصل يعني زي ضغط الدم زي نسبة مثلا الهيموغلوبين الخضاب زي الطول الوقت تمام هاي يعني عبارة عن بسموها بيانات متصلة مش مجموعات البيانات المتصلة هادي او المتغيرة ممكن تنعمل طبعا نظام فئات ونظام مجموعات تمام في عنا عديد من الاشكال اللي يستخدموها في موضوع اللي هو العرض البيانات او ما يسمى باليبرزنتيشن تولز او الادوات الاحصائية هاي طبعا في منها الباي شارب بيسموها اللي هو الفطيرة بيسموها ها قطاعات الدائرية زي ما احنا شايفين يعني طلعنا على صفحة 145 واضح عنا في عنا دائرة واضح فيها عدد مراجعين الناس اللي راجحت خلال الست شهور اللي فاتن فأعطاني شهر جمادي الاولى والثاني وربع الاول والثاني فواضح انه بالنظر الاولى واضح انه يعني اعداد متقاربة ما بين اللي هم الاشخاص اللي حضروا وفي عنا كمان مخطط تاني اللي هو برضو في القطاعات الدائرية صفحة 146 واضح عنا يعني لو بناخد اراء الناس فيه ناس راضية جدا فيه غير راضي فيه راضي فيه لا يعرف واضح عنا مجرد ما تطلح نلاقي عنا 50% اللي هو غير راضي وهذا يعني قلنا عبارة عن عرض بنراب العين تمام سهل الفهم وتوضيح ويعطيني فكرة عن اللي هو طبيعة الاداء فيه انواع ثانية اللي هو البار شارتس او نظام اللي هو الاعمدة لو طلعنا على صفحة 146 هاي رسم بياني لعدد مراجعين المركز الصحي واضح انه تقريبا 450 في سنة 1413 ل 1424 بعد 11 سنة وصلوا ل 850 تقريبا اكثر عفوا 950 وخمسية فواضح يعني هنا اعطاني مخطط بدلللي على اللي هو بسموه اللي هو رسم البياني البسيط اعطاني فئات وحددلي فيها قديش عدد المراجعين هل زادوا ولا قالوا عمل لي عرض بياني واضح في عرض تاني بسموه المجمع وهذا يعني بيعتبروا من اكثر اللي هو الفئات استخداما هذا بيعمل عملية مقارنة ما بين المجموعات مع بعض يعني هاي عندنا في صفحة 146 مراجعي العيادات الخارجية في الاشهر الستة الماضية تمام في عندي شهر محرم وصفر وربيع الاول والثاني وجماد الاول والثاني واضح عندنا تحت لو شفته في عندنا بوكس او مربع مضلل اطفال اسود وفي عنده مربع مضلل تاني لون سكني افتح تمام فهو عمل لمقارنة بين مجموعتين بين مجموعتين في كل شهر من الشهر من الاشهر اللي تم عمل المقارنة يعني قديش كان في عندي اللي هم اطفال وقديش الناس راجعت على قسم الجراحة في شهر المحرم ونفس التفئر في شهر الصفر وجمادي وما الى ذلك في عندي نوع ثالث من اللي هي الاعمدة اللي هي الاعمدة بسموها المتراكمة صفحة 147 هذا عبارة عن يعني مجموعة فئات مع بعض تمام ولكن بحدد لي كل فئة من هاي الفئات قديش الي مساهمة في هذا العرض البياني صفحة 146 47 عفوا واضع ان تكلفة اجزة الاشعة في اللي هم المستشفى طبعا هاي المخططات من اجل تقريب الفكرة والوضوح لكن لو بدت انشرح صح المفروض ان يكون في عندي رسم بياني محوسب عشان يعطيني الوان والالوان هادية من اللي هو الشرح والتوضيح عليها هاي تعتبر اول نوعين اللي هم القطاعات الدائرية بسموها الباي شارت او قلنا عنها الفطيرة وفي عندنا البار شارت او اللي هي الاعمدة وفي عندي مخطط باردتو باردتو نحكي عنه مخطط باردتو طبعا هو مخطط بياني يستخدم فيه اللي هي الاعمدة للتعرف على اكتر المشكلات حدوثا بقول كل ما زاد تكرار الحدث او المشكلة او اللي هو وجود هذا المسبب او المتغير اللي ادى لوجود المشكلة كلما العمود صار اطول تمام زي ما في صفحة 148 كلما يعني تكرار المشكلة بيرفع من نسبة هذا العمود وهذا طبعا بيخليني اقدر اتعرف على المشكلات الاكتر وجودا واكتر اثرا واكتر تكرارا زي ما احنا شايفين صفحة 148 بيبدأ يعني تنازليا تمام بيبدأ باعلى اشي وبعدين بيبدأ اللي هو ينزل للاقل قيمة او اقل اثر للمشكلات هذا بيعتمد على مبدأ باردته اللي هو احد علماء الجودة ايضا اللي هو قال انه 80 اللي هو مبدأ التمانين عشرين 80% بقول من المشكلات تمام سببها 20% يعني عفوا 80% من المشكلات تمام ناشئة عن 20% من الاسباب يعني لو احنا عالجنا 20% احنا بنحل اللي هو 80% من المشكلات يعني ممكن يقول لك والله انا صنفت المشكلات لخمس ابواب في الفايف بيز والله بقول مشكلتنا احنا في اول بند اللي هو البي اللي هو البيب واللي هو الناس مقدمين الخدمات هادي بشكله 20% بيقول الخالة اللي اتبعنا هان في العشرين في المية اذا احنا عالجنا بنحل 80% من المشكلات اللي اثرت على المؤسسة بشكل نعم ولكن البعض يعني لم يأخذ بهذه النسبة بدقة قالوا انه فعلا ممكن يكون فيه 20-70-20-80 ممكن يكون 30-70 ممكن يكون 40-60 اللي هم يعني 40% من المشكلات اثرت على 60% من اللي هو او ناشئة 60% من المشكلات ناشئة عن 40% من الاسباب ففي اختلاف في هذا الامر بيستخدم هذا المخطط باردته لوضع الاولويات لانه لو طلعنا على صفحة 148 بيلاقي انه بدالي بتصاعدي ثم ايش نزل له اكتر سبب فانا حدد للأولويه انه انا اعالج رقم واحد قبل ما اعالج رقم اثنين اللي هو نعتبر سبب كبير جدا اثر على المؤسسة عند تحليل البيانات بنستخدمه لاضهار اللي هي الاثار والاسباب عفوا المسببات واثرت على المؤسسة او على اللي هو وجود مشكلات معينة بشكل اكبر من غيرها فالتحليل هذا بيظهر لي الاسباب عند التركيز على اهم المشكلات او الاسباب اذا انا بدي اعرف شو اهم مشكلة او اهم سبب لهاي المشكلة في حال الحاجة الى عرض البيانات بنستخدم مخطط باردته ايضا يربط لما بين العلاقة والسبب اللي هو او اللي هو العلاقة السببية بالاثر او النتيجة اللي زي ما حكينا عنه في مخطط الفيشبون انانيسيز مخطط اه تحليل عظمة السمكة او ممكن يستخدمو ايضا لتحسين او لتقييم اللي هو الاجراءات التحسينية اللي قاموا فيها في صفحة 149 في عنا اخر رسم بياني بسموه الرسم البياني الخطي لو اطلعنا على صفحة 149 واضح عنا اللي هو يعني عدد الملفات الغير كاملة كان واضح انه بقت عنا حوالي 700 او 650 ملف بعدين ادخلوا اجراءات تحسينية صارت 220 تقريبا بعدين عودة ارتفعت ل500 بعدين نزلت الى 100 وضلت متدبذبة ما دون اللي هو المية من 50 ل 100 مع اجراءات اللي هو المتابعة والتحسين المتعلقة بهذه الملفات بشكل عام طبعا في ادوات اخرى او نماذج اخرى من النماذج المتعلقة بادوات الجودة وادوات اللي هو عرض البيانات اتقرأوها لوحدكم لكن خلينا احنا نحكي على الشيكليست شيكليست او ما يسمى بقائمة اللي هي التحقق هو عبارة عن نموذج تمام بينفع في المتابعة اليومية للتحقق من اللي هو يعني القيام بالاجراءات وفق ما هو مطلوب ففي عندي مجموعة من قائمة اللي هو بسموها قائمة التحقق بتقوم على جمع البيانات على سبيل المثال المريض اللي بدي يدخل عملية جراحية في عندي حاجة اسمها قائمة تحقق على سبيل المثال انه اخذ حمام اتبول قبل اللي هو دخول العملية اذا كان لابس ضب انه خلع الضب هاي في حلاقة لمكان الشعر انعمل له الفيتانساز او علامات الحيوية لبس مثلا بالطو اللي هو العمليات وحط غطاء الرئيس ولا لا تمام وقع على نموذج الموافقة هاي مجموعة من اللي هي بسموها قائمة التحقق مجموعة يعني محتوية على مجموعة من البيانات اللي احنا قبل ما نقوم بهذا الاجراء بدنا نتأكد انه تم ولا ما تم اللي هو التعامل مع اللي هو اللي موجود هاي بسموها اللي هي قائمة التحقق بيستخدموها طبعا لجمع البيانات بشكل دائم وبشكل متلقي باقي النموذجين او الادوتين عفوا مخطط دانت ومصفوفة المعايير ونموذج نافذة متلقي الخدمة بتقرؤوها لوحدكم وبنكتفي بهذا القدر في هذه او في هذا اللقاء نلتقى ان شاء الله في الفصل الثامن نحكي على اللي هو او ما يسمى ببناء فريق العمل ان شاء الله في اللقاء القادم يوفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله